مرحبا بكم مرة ثانية في تتمة الفصل الأول المرتبط بالسلسل الجبلية الحديثة وعلاقتها بتكتونية الصفائح سبقت الإشارة في الحصة الماضية إلى أن السلسل الجبلية الحديثة تتواجد في مناطق محددة هذه المناطق تتميز بتقارب الصفائح وتم تنييز ثلاث أنواع من السلسل الجبلية سلسل الاستضام، سلسل الطفو، وسلسل الطمر رحنا تساؤلات تتعلق بالخصائص البنيوية والسخرية والجيوفيزيائية المميزة لكل نمط من السلسل الجبلية ثم كيفية استثمار هذه المعطيات الجيولوجية لتحديد مختلف مراحل تشكل السلسل الجبلية الحديثة فقط للإشارة هناك نوع رابع من السلسل الجبلية ويتعلق الأمر بالسلسل الضمقارية لكن سوف لن يتم تطرق إليها خلال هذا الفصل إذن أول نوع من السلسل الجبلية الذي سوف نتطرق إليه سلسل الطمر وسوف نأخذ كنموذج لهذا النوع من السلسل الجبلية جبال الأنديس إذن فما هي المميزات البنيوية والسخرية والجيوفيزيائية التي تميز هذا النوع من السلسل الجبلية؟ إذن تتميز سلسلة جبال الأنديس بخصائص بنيوية صخرية والجيوفيزيائية لتحديد هذه الخصائص وربطها بظاهرة الطمر نقترح استثمار الوثائق التالية لدينا الوثيقة الأولى التي تمتل تموضع سلسلة جبال الأنديس على مستوى القارة الأمريكية الجنوبية إذن ما يمكن استخلاصه من خلال هذه الوثيقة أن سلسلة جبال الأنديس ستموضع على طول الساحل الغربي للقارة الأمريكية الجنوبية حيث يمكن أن يصل طولها إلى حوالي عشرة ألاف كيلومتر وعرضها لحوالي خمسمائة كيلومتر وعلو قممها يمكن أن يصل إلى أكثر من سبمائة كيلومتر دائماً في المميزات البنية والسخية والجيوفيزيائية سوف ننتقل إلى الخصائص الجيوفيزيائية لمناطق الطمر إذن لدينا الوثيقة 2 تمثل توزيع البؤرز الزالية بمنطقة جبال الأنديس حسب المقطع أب بي إذن من بين المميزات الطبوغرافية لسلسلة جبال الأنديس وجود حفرة محيطة عميقة يمكن أن يصل عمقها تحت سطح البحر إلى حوالي 11 كيلومتر يتعلق الأمر بالحفرة المحيطية ثم هناك تضاريس عالية تمثل السلسلة الجبلية هذا بخصوص المميزات الجيوفيائية بالنسبة لهذه الوثيقة يمكن أن نستخلص من خلالها نلاحظ النقطة التالية فهي تعبر عن البؤرز الزلزالية بهذه المنطقة نلاحظ أن عدد هذه البؤرز الزلزالية فهو كثير هذا دليل على أن منطقة جبال الأنديس تتميز بنشاط زلزالي كثيف كما أن عمق هذه البؤرز الزلزالية متغير في حيث نجد بؤر قريبة من الصلح بؤر متوسطة العمق وبؤرز الزلزالية عميق أهم ما يمكن استخلصه من خلال هذه الوثيقة أن هذا التوزيع للبؤر الزلزالية يتم حسب مستوى مائل إذن كتلاحظوا انطلاقا من الحفرة المحيطية في اتجاه القارة وليس في اتجاه المحيط هذا المستوى الذي تتوزيع حسبها البؤر الزلزالية يسمى مستوى بنيو ننتقل إلى الوثيقة الثالثة والتي تعبر عن تغير منحناية درجة الحرارة بمنطقة الطمر بنفس المنطقة إذن منحناية درجة الحرارة لدينا حفرة محيطية لدينا القارة الأمريكية الجنوبية المحيط الهدي إذن نلاحظ بأن إذا أخذنا أحد هذه المنحنايات فتكون عادية وأفقية مثلا بالنسبة لألف دقري سيلسيوس لكن كلما اقتربنا من الحفرة المحيطية نلاحظ أن هناك انخفاض لهذه المنحنايات أو لهذا المنحنى عندما نتجاوز الحفرة المحيطية يعود هذا المنحنى للارتفاع نلاحظ أن هناك ارتفاع على مستوى السلسلة الجبلية ليعود بعد ذلك إلى مستواه العادي إذن يدل انخفاض منحنايات درجات الحرارة على مستوى الحفرة المحيطية يعني أن التدفق الحراري منخفض أو أن هناك شدود حراري سلبي بينما يدل ارتفاع منحنايات درجات الحرارة على مستوى السلسلة الجبلية على أن التدفق الحراري مرتفع أو بمعنى آخر أن هناك شدود حراري إيجابي سوف نعود فيما بعد لتفسير هذا التوزيع للبؤر الزيزالية ولمنحنيات درجة الحرارة بالنسبة للمميزات البنياوية والسخرية فانطلاقاً من الوثيقة التالية التي تمتل مقطع جيولوجي الجبال الأنديز البيروفية إذن لدينا المنطقة الساحلية السلسلة الغربية هدبة ألتيبلانو ثم السلسلة الشرقية إذن نلاحظ هذه الخطوط السوداء فهي عبارة عن فوالخ كما نلاحظ أن الطبقات الحقب الثاني فهي مطوية وبالتالي نلاحظ أن المنطقة تتميز بتشوهة تكتونية عبارة عن طيات وفوالق معكوسة بالنسبة للمميزات الصخرية فنلاحظ من خلال المفتاح أن هناك كتل غرانيتية عبارة عن بلوتونات الغرانو غرانيتويد ثم لدينا هنا إذن بوركانية أنديزيتية إذن تتميز سلسلة جبال الأنديز بتشوهة تكتونية عبارة عن طيات وفوالق معكوسة وبمميزات صخرية خصوصا بوركانية أنديزيتية دستطابع انفجاري وبلوتونات غرانيتية سوف نركز خلال هذا الجزء على دراسة المميزات الصخرية لمنطقة الأنديز قلنا بأنها تتميز بوركانية أنديزيتية واستخرة التي نصادفها على مستوى هذه البراكين عبارة عن صخرة الأنديز كما تظهر الصورة التالية بالنسبة للملاحظة المجهرية لهذه الصخرة فنميز معادن كبيرة القد ثم العديد من المعادن الصغيرة القد ثم اللون الأسود يعبر عن عجين زجاجي وسبقا تطرقنا لهذه النوعية من البنية عند دراسة صخرة البازالت هذا دليل على أن صخرة الأنديزيت تتميز ببنية ميكروليتية بالنسبة لي صخرة القرانوديوريت أو القرانيتويد فنلاحظ بأنها عبارة عن نوع من القرانيت معادن كبيرة القد وكاملات التبلور وبالتالي فهي ذات بنية محببة إذا الجدول التالي يلخص مميزات كل هاتين الصخرتين إذا بالنسبة لي القرانيتويد أو القرانوديوريت عفوا فهي عبارة عن صخرة صهارية بلوتونية لأنها تتصلب في العمق ثم تميز ببنورات كبيرة وذات بنية محببة بالنسبة للأنديزيت صخرة صهارية بركانية لها بنية ميكروليتية وبنورات مختلفة القد تدل على مراحل مختلفة لتبلور وتصلب هذه السهارة أصل هذه الصخرة إذن كتلخيص لما سبق ذكره تتواجد سلاسل جبل أنديز على توصح الغربية القرى الأمريكية الجنوبية كما تتميز ببؤر زلزالية بنشاط زلزال كاتف حيث تتواجد هذه ببؤر زلزالية حسب مستوى مائل طلاقاً من الحفرة المحيطية في تجاه القرى يسمى مستوى بنيوف فقط للإشارة فانحدار مستوى بنيوف يختلف من منطقة إلى أخرى بحيث يمكن أن يكون شديد الانحدار في مثلاً جزر الماريان والفليبين وضعف بساحل الشيلي لاحظنا كذلك أن هناك انخفاض لمنحنيات درجة الحرارة على مستوى الحفرة المحيطية وهذا دليل على أن التضفق الحراري ضعيف بالحفرة المحيطية أي أن هناك شدود حراري سيبي بينما هناك ارتفاع لمنحنيات درجة الحرارة على مستوى السلسلة الجبلية أي شدود حراري إيجابي نفسر كل هذه التمظهورات الجيولوجية المميزة لمناطق الطمر بانغراز مادة باردة التي تسبب هذا الشدود الحراري السلبي في العمق وهي عبارة عن صفيحة محيطية بسرعة تقدر ببضع سنتيمترات في السنة إذن كما سبقت الإشارة خلال المميزات الصخرية لمنطقة الأنديز لاحظنا بأنها تتميز بسخور صهارية الأنديزيت وبلوتونات الغرانو ديوريت التساؤل الذي يطرح نفسه ما هو أصل هذه الصخور أو نشاط الصهاري ناتج عن هذه الصخور يمثل المنحنة التالية ظروف انصهار صخرة البروتوتيت تجريبيا طبيعة الحل لدينا محور خاص بدرجة الحرارة لدينا المحور الخاص بالعمق ثم المحور الخاص بالضغط إذن نلاحظ ثلاث منحنيات في هذا المليان هناك المجال أو المنحنة الأول يعبر عن بداية انصهار الجزء للبروتوتيت غير المميه يعني في غياب الماء ثم لدينا بداية الانصهار الكلي لسخرة البروتوتيت إذن قبل أو الجزء الذي يتوجد قبل منحنة بداية انصهار الجزء للبروتوتيت غير المميه أو بداية يسمى كذلك بداية التسلط تكون سخرة البروتوتيت في الحالة الصلبة بعده تبدأ سخرة البروتوتيت في الانصهار جزئياً بحيث نجد جزء سائل وجزء صلب ثم المنحنة بداية الانصهار الكلي فهنا الانصهار تام لسخرة البروتوتيت المنحنة المتقطعة بالأحمر فهو يمثل درجة سائلية لمنطقة الطمر بمعنى كيفية تغيير درجة الحرارة بدلالة العمق على مستوى منطقة الطمر إذن نلاحظ بأن تغييرات درجة الحرارة تمر في الجزء الصلب بحيث لا يتم تقاطع منحنة بداية انصهار سخرة البروتوتيت المكونة للرداء مع منحنة الدرجة السائلية إذن أول فكرة يمكن استخلاصها من تحليل هذا المبيان أنه في غياب الماء لا يتقاطع منحنة بداية الانصهار جزئي للبروتوتيت مع منحنة الدرجة السائلية لمنطقة الطمر مما يعني عدم تحقق ظروف الانصهار جزئي لسخرة البروتوتيت التي تبقى في الحالة الصلبة ننتقل الآن إلى نفس المبيان ولكن هذه المرة مع تغيير دروف انصهار سخرة البروتوتيت لاحظوا إذن أصبحت هنا الظروف مميهة بمعنى وجود الماء إذن المنحنة السابق الذي لم يتقاطع مع منحنة الدرجة السائلية لمناطق الطمر لاحظوا معي تغيير وأصبح يتقاطع مع منحنة الدرجة السائلية لمناطق الطمر إذن في هذا الجزء لاحظوا معي النقطة التي كانت في الحالة الصلبة أصبحت في المنطقة التي بدأ فيها الانصهار الجزئي لسخرة البروتوتيت إذن ما يمكن استخلاصه من خلال هذا الجزء الثاني من المبيان أنه بوجود الماء نلاحظ تقاطع منحنة بداية الانصهار الجزئي للبروتوتيت مع منحنة الدرجة السائلية لمناطق الطمر أي تحقق ضروف الانصهار الجزئي لسخرة البروتوتيت بين عمق حوالي 80 كيلو متر إلى حوالي 180 إلى 200 كيلو متر بالنسبة لدرجة الحرارة لاحظوا معي هنا صباحة 800 حوالي 800 دقري سلسيس إذن الماء أدى إلى انخفاض درجة حرارة نسهار سخرة البروتوتيت إذن ما علاقات هذا المبيان بتفسير النشاط السهاري لمناطق الطمر إذن في غياب الماء لاحظنا عدم تقاطع منحنة بداية الانصهار الجزئي للبروتوتيت مع منحنة الدرجة السائلية بمنطقة الطمر أي عدم تحقق ضروف الانصهار الجزئي أما في وجود الماء فنلاحظ تقاطع بين هذين المنحنيين وبالتالي تحقق ضروف الانصهار الجزئي للبروتوتيت في الظروف التالية لعمق الضغط ودرجة الحرارة إذن تساؤل على مستوى مناطق الطمر ما هو أصل أو مصدر هذا الماء الذي سوف يؤدي إلى نشوء سهارة المسؤولة عن تشكل الصخور السهارية بمناطق الطمر إذن الوثيقة التالية فهي تمثل الإطار الجودينامي على مستوى منطقة الطمر لدينا هنا إذن قشرة محيطية لدينا الرداء العلوي ثم بعد ذلك الأستينصفير لدينا القشرة القارية ثم لدينا دائماً الرداء العلوي والأستينصفير إذن ماذا يحدث على مستوى منطقة الطمر إذن على مستوى منطقة الطمر تنغريز الصفحة المحيطية غلاف صخري المحيطي الأكثر كتفة تحت الغلاف الصخري القاري الأقل كتفة إذن أثناء غرازها تخضع صخور كشرة المحيطية هنا نعود إلى التذكير فمكونات القشرة المحيطية رواسب محيطية بازلت على شكل وسيدات والقابرو إذن ماذا سيحدث لهذه الصخور هذه الصخور بعد انغريزها سوف تتعرض لارتفاع تدريجي مع زياد العمق لارتفاع بالضغط ودرجات الحرارة فتتحول إلى صخور متحولة إذن كنا على مستوى منطقة التمر يتم الغراز الصفيحة المحيطية حيث تخضع لصخور القشرة المحيطية منخص بالذكر البازالت والقابرو لارتفاع الضغط ودرجات الحرارة فتتحول لصخرة الشيست الأخضر ثم بعد ذلك مع زياد العمق لصخرة الشيست الأزرق ثم إلى الإيكلوجيت للتذكير فصخور القشرة المحيطية تشكل من معادن مميهة ومع انغريزها في منطقة التمر تخضع لارتفاع الضغط ودرجات الحرارة أي تحول مما يؤدي إلى تحرير الماء إذن تحرير الماء الذي ينتشر في الرداء الذي يعلو منطقة التمر فتتحقق ظروف الانصهار الجزء لصخرة البريدوتيت مما يؤدي إلى تكون صهارة التي تصعد نتيجة الدعو في كتافتها في اتجاه السطح يمكن لجزء منها أن يصل إلى السطح فيؤدي إلى تشكل بوركانية عنديزيتية تتمييج بطابع انفجاري وفي بعض الحالات يمكن لجزء منها أن يتصلب في العمق على مستوى القشرة القارية مشكلاً بلوتونات الغرانوديوريت أو الغرانيتويدات إذن بإجاز أثناء انغريز صفحة المحيطية في الأسطينوسفير تخضع صخور قشرة المحيطية البازالت والغابرو لارتفاع درجة الحرارة والضغط فتتحول إلى شيست أخضر ثم إلى شيست أزرق ثم إلى إكلوجيت يصاحب هذا التحول تحرير الماء الذي ينتشر في الأسطينوسفير الذي يعلو منطقة الطمر فيصبح هذا الأخير تحت ظروف الإنسهار الجزئي مما يؤدي إلى تكون سهارة جزء منها يصعد إلى السطح مؤدياً إلى بوركانية أنديزيتية تطابع انفجاري والجزء الآخر يتصلب ويتبلبور في العمق مشكلاً بلوتونات الغرانوديوريت أو ما ننعته كذلك بالنرجفية هناك منية أخرى تميز مناطق الطمر وهي موشور التدخم موشور التدخم الذي تشكل على مستوى الحفرة المحيطية بحيث تعمل تعمل الصفيحة القارية الراكبة أو غلاف الصخري القاري الراكب على فصل الرواسب المحيطية التي تغطي الغلاف الصفيحة المحيطية المنغرزة هذه الرواسب تتراكم على مستوى وتتراكم على مستوى الحفرة المحيطية مشكلة موشور التدخم إذن تكون الصفحة المنغرزة أثناء الطمر مكسوة بطبقات رسوبيات تعمل الصفحة الراكبة على كشتها وفصلها عن الصفحة المركوبة فتشكيل هذه الرواسب موشور التدخم إذن طلقا من هذه المعطيات وهذه الخصائص بالإضافة إلى معطيات الوثيقة التالية ما هي مراحل تشكل سلسلة جبال الأنديس إذن من خلال هذه الأشكال المبسطة فسلسلة جبال الأنديس تتشكل على مستوى منطقة غراز الصفحة المحيطية لنازكا تحت الصفحة الأمريكية القارية الجنوبية الأقل كتف أثناء انغراز الصفحة المحيطية تخدع سخور كما سبقت الإشارة إلى ذلك سخور القشرة المحيطية لارتفاع الضغط ودرجة الحرارة فتتحول ويصاحب هذا التحول تحرير الماء تحرير الماء على مستوى الرداء فتصبح سخرة البرودوتيت المكونة له تحتضروف الإنسهار الجدي مشكلة صهارة جزء منها يصعد إلى السطح مشكلة بركانية أنديزية يدات طابع انفجاري والجزء الآخر يشكل بلوتونات الغرانو ديوريت مع تزايد القوى الاندغاطية الناتجة عن تقارب الصفحتين الأمريكية الجنوبية وصفحات ماسكا يخضع الجزء القاري لتشوهات تكتونية عبارة عن طيات وفوالق معكوسة مما أدي إلى تشكل تضاريس عالية مكونة سيسلة جبل الانديز إذن كتلخيص لما سبق ذكره بخصوص مراحل تشكل سيسلة جبل الانديز فقلنا أن سيسلة جبل الانديز تشكل في منطقة الغران الصفحة المحيطية الأكثر كتافة تحت الصفحة القارية الأمريكية الجنوبية الأقل كتافة أثناء الغران الصفحة المحيطة في الأستينوسفير تخضع سخور القشرة المحيطية لتحول مصحو بتحرير للماء الذي ينتشر في الأستينوسفير الذي يعله منطقة الطنف في الصفحة هذا الأخير تحت ظروف إنسهار الجزء من مؤدي لتكون صهارة جزء منها يصعد إلى السطح مؤديا إلى بركانية مشكنا بلوتونات الغرانوديوريت تحت تأثير زياد القوى الاندغاطية الناتجة عن تقارب الصفحة تظهر تشوهات تكتونية طيات وفوالق وتضاريس عالية مكونة سلسلة جبل الانديز التي تنتمي لسلسل الطمر فقط للإشارة فسبق أن لاحظنا بأن الطمر الذي يحدث بمنطقة الانديز عبارة عن غيراز لصفيحة محيطية تحت الصفيحة القارية ولكن يمكن أن نصادف نوعين آخرين من الطمر هناك طمر ضم محيطة أي غيراز صفيحة محيطية تحت الصفيحة محيطية أخرى أو طمر صفيحة محيطية قوس ناري طمر محيط قوس ناري وأفضل مثال على ذلك وهي اليابان وشكرا على حسن انتباهكم سوف نتطرق للسلاسيل الطفو وسلاسيل الاستضام في الحصة المقبلة والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة